دشنت حملة الشيخة فاطمة الإنسانية العالمية المرحلة التجربية للمستشفى الميداني في باكستان وذلك بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بن تنبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية وذلك تحت شعار على خطى زايد لتقديم أفضل الخدمة التشخيصية والعلاجية والوقائية للنساء والأطفال بإشراف فريق طبي تطوعي من كبار الأطباء من الإمارات وباكستان وجاء تدشين المستشفى تزامنا مع ملتقى القيادات الإنسانية الشابة وفي إطار برنامج فاطمة بن تنبارك للتطوع تحت شعار كلنا أمنا فاطمة وفي مبادرة مشتركة من مبادرة زايد العطاء والاتحاد النسائي العام وجمعية العيون بالتنسيق مع وزارة الصحة الباكستانية وجمعية باكستان الطبية وسفارة الإمارات في باكستان وبشراكة استراتيجية مع جمعية دار البر ومؤسسة بيت الشرق الخيري ومجموعات المستشفيات السعودية الألمانية وجمعية إمارات العطاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا